هارده بنتكلم على مقالة الحقيقة لها اهمية كبيرة لان هي بتعبر عن طرح انتطال العدوى بفيروس مربورد والعلاج والوقاية وهو ده اللي يهمنا ازاي نعمل وقاية في هذا الموضوع وإيه اللي هي اعراض المرض طيب لو جينا نتكلم على حالات العدوى بفيروس ايبولا وفيروس مربورد لان فيه بينهم تشابه فيه اه كتير من الحاجات نتكلم على اه اه ان تتسبب حالات عدوى فيروس مربورد وفيروس ايبولا في عدوس نزل وخلل في وظيفة العضاء وتؤدي حالات العدوى للوفاة تجلبت بس احنا بنؤكد ان فيروس ايبولا ما هواش فيروس مربورد لكن فيه تشابه فيه حاجات كتنين تنتشر عدوى مربورد ويبولا من خلال التعامل مع الحيوانات المصابعة الحية او الميتة او عن طريق ملمسة بلد او سواء الجسم شخص مصاب بالعدوى ظهرت عليها الاعراض او توفى بتبدأ الاعراض بالحمى والاوجاع في العضلات والجسم والسلع والسلعان والتهاب الحلق بيليها القيء والرسال وكزلك الناس فيما الفم او الانف او الاعضاء الداخلية بيكون الاطباء باجراء اختبارات دموية وضولية لتأكيد التشخيص من الضروري القيام بعزل كامل وتخزق احتياطات صحية بالنسبة لممارسة الرعاية الصحية استخدام اما لابس الواقية لمنع انتشار العدوى وتنطول معالجة على اعطاء السوايل عبر الوريد عشان ينخاف من الجفاف وغير ذلك من المعالجات للحفاظ على وظائل في الجسم وهي بتعدى حالات عدوى فيروس مربورج او فيروس وغيروس يبولا من الحالات الحمى النسفية ويميزها حدوث الناس خارتان جمعا فيروسات سامة الفيروسات الخيطية ويمكن ان تتسبق الغيروسات الاخرى في حدوث حالات حمى نسفية اخرى. وبتبدأ فشيات عدوى فيروس يبولا فيروس مربورج في وسطة وغربية افريقيا ربما نتيجة انشار حالات العدوى في الحيوانات البرية هناك ولكن من الناد الحدوس مثل هذه الفاشليات وهي اه لم تنتشر في الماضي الى مواقع بعيدة لانها حدثت في مناطق ريفية معزولة عادة ولكن المسافرين من تلك المناطق يحملونها العدوى المناطق المجاورة في بعض الاحيان او الاخير في حالات نادرة عشان كده المفروض يبقى حزرين الناس اللي جايين من المناطق الموجوعة. وفي اه ديسمبر الفين وتلتاشر بدأ تفشي نيروس ايبولا في المناطق الكريفية بغينيا غرب افريقيا ثم انتشر مناطق حضرية كسيفة السكان في غينيا والى لايبريا والسيراليون المجاوراتين وقرأت تعرف عليهم لاول مرة في عام اه في مارس الفين واربعتاشر وشمل التاشيات ايبولا الاف الاشخاص وتوفى حوالي تسعة فلتسين في المية منه وقام اه عدد قليل جدا من المسافرين المصابين بالعدوى في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية لعائدون منازلهم بنشر فيروس ايبولا في اوروبا وامريكا الشمالية كمالطقة العدوى عدد قليل من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدين سيعاعدوا في لع blocking المصابين في اوروبا وامريكا الشمالية واعلنت سيراغيون وليننيا اخالية من فيروس ايبولا عام الفين ويسرتاشر كما حدس Dåشيات في جمهورية التكونغو الديموقراطية عام الفين وسبعة ولكن جرى احتواء بسرعة لانه جرت اكيد حجوز تفشي اخر في مايو الفين وتمنتاشر ومازال مستمر. مع السلام.